اهلا 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 بحضراتكم وكما جرت عادتنا اللي احنا بنفرح و بنعتز بيها بلقاءنا الاسبوع مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريم و استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر منورنا مولانا بارك الله فيكم و احسن الله اليكم اللهم امين مولانا دلوقتي يعني ربنا يا رب يرفع الغمة و يرفع النكبة و الازمة عن تركيا و سوريا و كل المنكوبين انا اللي بيخضني دايما هو ان انا اجد ناس تقول ايه غضب ربنا طب و احنا نعرف ربنا بيفكر ازاي و بيتخذ قراراته وهو العلي القدير ازاي طبعي اسمها كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم و ما نرسل بالآيات الا تخويفا الهي 59 من سورة الاسراء والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد ابن عبد الله و آله و صحبه و من هو لا و اتبعه دا و بعد اولا السنن الكونية مثلا من زلازل باركين عواصف زوابع الى اخره او حتى ازمات اقتصادية هذه السنن الكونية لا علاقة لها لا بايمان ولا بكفر ولا توحيد ولا شرك ولا طاعة ولا معصية لسنن كونية اولا لانها حصلت في عهود انبياء يعني اذا كنا سنتحدث عن الزلزال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يصعد جبل احد و معه سادتنا ابو بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم و ارضاهم فحصلت رقفة في جبل احد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دا نبي لمعجزاته طبعا قال اثبت دا الجبل احد فانما عليك نبي و صديق و شهيدين يعني اشارة الى ابي بكر دا الصديق و عمر و عثمان شهيدين لانهما يقتلى بيد الغدر و حصل الزلزال في عهد سيدنا عمر و هو من هو في العدل طبعا الفاروق تمام حتى انه قال للصحابة رضي الله عنهم لئن عاد الزلزال لا اساكنكم في هذه البلدة يعني المدينة برضو حضرتك حصل في عهد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم و كان في العراق و هو الذي يعني اكتهد و نقل لنا ان الايات الكونية يصلى لها صلاة الفقهاء اجمالا سواء فقهاء الحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابلة اتفقوا على انه يصلى لهذه من اجل هذه الايات ان الله تعالى يصرف يمكن الشفعية انفرضوا انا ارجح هذا قالوا لكن الصلاة تكون منفردا يعني لا يسن لها جماعة كصلاة الاستسقاء لا يسن لها جماعة كالجمعة او العيدين و ما شكل اذا قال صليها لوحدك قتبها لحضرتك فنحن هنا نصحح المفاهيم المغلوطة و نصوي الافكار الخاطئة ممنوع جلد الزيت يعني ما يجي انسان يقول لك اصلي ده انت ام اليه يقول له غلط و خطأ ليه اولا لم يدخل في علم الله تعالى ثانيا ان الله كما قال في كتابه الله لطيف بعباده ما علينا في الزلازل و البركين و ما شابه ذلك و العواصف و السيول و ما شابه ذلك الا اننا نضرع الى الله بالدعاء نصلي منفردين كذلك حتى بعض العلماء الوامنا ممكن اخراج صدقة كالاستسقاء ان الله تعالى يصرف هذا الابتلاء خطبها لحضرتك انما بقى الناس ينبرون و يبضلوا بقى يدوا كلام انشاء خطأ لا يعني مثلا بمفعاد السيدنا يوسف عليه السلام حصلت ازمات اقتصادية سابع سنة ازم اقتصادية ايه المشكلة يعني و في عود الانبياء حصلت ابتلاءات كثيرة خطبها لحضرتك لكن لا نريد ان احنا نعلق هذا اولا الله من صفاته اللط اللطيف يعني شوف ما سبني اعرف القرآن الكريم الله لطيف بعباده دي سنن كوني يعني كون ان مثلا فيه فجوات في باطن الارض ولو بتسبب الزلازل وبعد كده هذي الفراغات بتملأ و يبقى فيه توابع للزلازل صغيرة صغيرة الى ان يلتائم ده امر قدري الله الذي جعله وبعدين ما حتى يوم القيامة هتقوم على الزلزال الاكبر اذا زلزلت الارض زلزالها قد تبال حضرتك فدي سنن كوني احنا بس الدعاء يعني تعلمنا من ائمة العلم اللهم اصرف عنا الزلازل والبراكين و رعنا و احفظنا بعينك التي لا تنام يبقى هنا بنلقى الى الله بالدعاء و نلقى الى الله بالصلاة قد تبال حضرتك لان ربنا قال و استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ثم اننا نقول لله عز و جل دراعة اللهم ارحم الشهداء الذين ماتوا حدفا فيهم في سوريا و تركيا اللهم عجل الشفاء للمصابين لاشقائنا في سوريا و تركيا ندرأ الى الله ان يحفظ مصر و البشرية جمعا مسلميها و غير مسلميها لان دي سنن كونية سيتي فنرجو الله ان يحفظ البشرية و ان ينجي البشرية من هذه الابتلاءات و ان يسلم لنا الحياة و ان يجعلنا امنين مطمئنين في ديارنا و في اوطاننا اللهم امين طب هازلنا كما اولينا انا هطلع فاصل و عايز ارجع بعض الفاصل على مسألة هو ازاي لازالت في هذا الشكل من المقاربات انه في حد بيعتقد انه دخل في علم الله اصلا ربنا غضبان على كذا اصلا ربنا كان قصده كذا اصلا ربنا شايف كذا و ده اللي بيخاني نوصح و فلان درمين و فلان كنف و فلان دخل الجنة و فلان دخل النار شيء غريب او طب هروح للفاصل و نرجع نكمل الكلام ان شاء الله اهلا بكم و لازلنا في لقاءنا مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة و استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر مين ادى الحق لانسان كائن بشري ان يدخل في علم الله فيفتي بان هذا في الجنة و هذا في النار و دي غضب و دي ليه مين اللي ادى الحق ده لا يوجد هذا الحق لان اصلا لا وصاية في الدين و يمتاز الاسلام بان في شف القرآن ان الحكم الا لله طبعا و نعم بالله حتى ولا لنبي من الانبياء صح يعني جزاء العباد في يد الله وحده ان الله يفصل بينهم انما في زمن الروايبذ الذي نحن فيه و زمن لكع ابن لكع ظهر هؤلاء بيعايزين يعملوا وصيف الدين و هقول لكم هم فريقان المتسلفة و الشيعة كلمة جد من الاخر المتسلفة عملين يدخلوا المسلمين الجنة اللي هم اطباحهم يعني اقول لك الفرقة الناجية و المنصورة و اطباحهم في جهنم و زغ العقيدة و فساد العقيدة و حاجة يعني مش عارف او اوصف لك اقول لك ايه نفس الامر عند الشيعة مختزلين الاسلام في ادعاهم لنصرة البيت المتطرفين منهم برضو يعني الغلاة مش عاوز ايه الغلاة وايضا السلفي يعني حضرتك لكن انا حتى هجيب له مثال تطبيق اذا كان بعض الناس في غلاء اصعار او مثلا ازمة اقتصادية طيب سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو في عدله حصلت عامل مجاعة الرمادة لدرجة ان الناس هو سيدنا عمر معهم اكل الخلة بالزيت ادي واحدة النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم حصلت في عهد سنة منع فيها ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاثة ايام في عيد الاضحة ملاش وهو سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وهو الامام نعم علي ابن ابي طالب ابن عم الرسول نعم اول من امن من الشباب الرجل الذي استعد وتزوج بالسيداتنا فاطم الزهراء ما كفرش معاوية ولا فريق لا 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 ابدا ده حاجة لما لما قالوله على الخوارج سيدنا علي عليه رضوان الله فيقول له يعني نعمل في اليسامين دي ايه ألغسلوهم وكفنوهم وصلوا عليهم وادفنوهم شوف الجمال لسه بها يقول العبارة النوراني قال اخواننا بغوا علينا فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فناله الخوارج لما قالوله قبل حتى القتال ان الحكم الا لله وليس لك ولأصحابك يا علي قال كلمة حق يراد بها باطل فانا اصدى اقول لسيادتك وللمشاهدين وتبعين الكرام السنن الكونية زلازل براكين عواصف سيول ازمات اقتصادية غلاء اسعار شح مش عارف ايه كلها سنن كونية لا علاقة لها لا بطاعات ولا بقربات على مر التاريخ حصلت في عهود انبياء في عهود اولياء في عهود صديقين ولكن نحن ربنا بيجعلنا مجرد مجرد اللي ربنا قال لنا عليه تخويفا يعني لا تغتر بقوتك فهناك من هو اقوى وهو الله طبعا لا تركا الى كذا وكذا وكذا فالمدبر هو الله يبقى هنا الاحداث بتخلينا نرجع الى حجمنا الطبيعي اننا وخلق الانسان ضعيفا لا اله ايه يعني شوفوا النهاردة اعتى الكيوش والتكنولوجيا هل تستطيع ان تخف الزلزال لا البركين لا السيول لا قد تستطيع ان انت تتنبأ بالمطر وقد تستطيع تعمل مطر صناعي لكن لا تستطيع ان تصنع سيلا يغير وجه الحياة لان ربنا سأصر بالخمسة ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيس ويعلم ما في الارحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي ارض تموت الخمسة دولة طلاقة قدرة الله عز وجل لكن احنا نختم ان اوليه هذا ابتلاء هذه سنة كونية نسأل الله ان يخفف ونسمن طبعا الدور الاخوي الاشقائي من الدولة المصرية لاغاثة اخوتنا واشقائنا في سوريا وفي تركيا نسأل الله ان يتغمد الشهداء لانهم ماتوا حدفا فيهم ان خمسة شهداء المبطون والغريق والحريق وصاحب الهد فكل من مات في هدم كالزلازل والانقض والاشياء التي حصلت فهو شهيد الاخرة يغسل ويكفن ويصلى عليه وله درجة الشهداء والجرحى نسأل الله ان يسعفهم وان يشفيهم ونسأل الله ان يحفظ البلاد والعباد في مصر والمنطقة والعالم باسره مسلميه وغير مسلميه ان ربي على ما يشاء خدير اللهم امين يا رب العالمين الف 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 شكرة مولانا نورتنا وشرفتنا وكويس انك قفتتنا في هذا الموضوع بالمناسبة لعل الناس تهدى وتعقل حبتين كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر شكرا جدا لحضراتكم فكروني بكرة فكروني تكلم شوية عالا هو العال اخوان لما خرجت وهربوا هما بعد كده بيسافروا ازاي يعني بيروحوا انجلترا وفرنسا وامريكا ازاي يعني بقاني هباسبور يلا بكرة نبقى نكمل كلام لو كان لنا العمر ان شاء الله نقابلكم بكرة لا استنوا كريم رمزي اهو انا خالق في المعاد يا كيمو وبرنامجه رقم عشرة خف علينا النهاردة يا كيمو في الحلقة خف علينا الزمالك خف علينا الحلقة لحد كده ولو كان لنا العمر نتقابل بكرة الله هاتحك بالغلبي وبرنامجكم التاسعة اهيانا سلامات اشتركوا في القناة شكرا